اشتركوا في القناة الخروج للعمرة والنزول بالحديبية أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فأخبر بذلك المسلمين وأخبر أنه يريد العمرة واستنفر الأعراب الذين حوله فأبطأوا وذنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وتخلصوا قائلين شقرتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قرد القاعدة سنة ستة هجرية في ألف واربعمائة من المهاجرين والأنصار وساق معه الهديا ليعلم الناس أنه لم يخرج محاربا بل معتمرا فلما بلق ذو الحليفة قلد الهديا وأشعره وأحرم بالعمرة ثم سار حتى بلق عسفان فجاءه عينه وأخبره جاءه عينه وأخبره أن قريش مجمعون عن القتال وصد المسلمين عن البيت الحرام وكانت قريش قد نزلوا بذي طو وأرسلوا خالد بن الوليد في 200 فارس إلى كراعي الغميم إلى كراعي الغميم منطقية يعني قريبا من عسفان ليسد الطريق النافذ إلى مكة وجمعوا الأحابيش ليعينوهم مجموعة قبائل كانوا حول المكة فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يهاجم على أهالي المجتمعين من الأحابيش يعينوهم أو يقصد البيت فمن صده يقاتله فقال ابوكر رضي الله عنه جئنا معتمرين لا مقاتلين فمن حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ورأى خالد المسلمين في سلاة الظهر هم يركعون ويسجدون فقال لقد كانوا على غره لو كنا حملنا عليهم ثم قرر أن يهجم أثناء سلاة العصر فأنزل الله سلاة الخوف بين الظهر والعصر ففاتته الفرصة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا آخر قير طريقهم فسلك ذات اليمين فسلك ذات اليمين من أسفل مكة حتى بلغ ثانية المرار محبة الحديبية فلما بلقها بركت ناقته فزيّرها فلم تقم فلم تقم فقالوا خلأت القصوى القصوى اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل لما أصحاب الفيل كان جاينا المكة يعني في المكان ذاك ثم قال والله لا يسألوني خطة أو خطة يعذمون فيها حرمة الله إلا أعطيتم إياها ثم زجارها فوثبت فتقدم حتى نزل بالحديبية وجاء بديل وجاء واحد صحابي وجاء بديل أو بديل من ورق القزاعي في نفل من قزاعها وكانوا ناسحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن قريش المستعدون لقتاله وسده عن البيت الحرام فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء للعمرة ما جاء إلا للعمرة وما جاء للقتال وأنه مستعد للهدنة والصلحي ولكن إن أبت قريش إلا القتال فأنه يقاتلهم حتى تقطع عمقه أو ينفضا من الله صحاب رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان دل أتي آمن رسول الوطوي إن أنتم مقصرين إن أنتم قل لي رقيت لرقاء اللي حلم اللي تحلم النبي صلى الله عليه وسلم دي مدينة دي منام وقل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي صحابتو النبي صلى الله عليه وسلم قل لي دقموا قلهم هلا ودا لحاس اللي أرئيوهم هلا لبلوهم هلا أنا كم سألوا بيك إلا وإلا ولا رأيكو واباقيت باقيت استنفار ودا دي باع عراب لحوالينو لهلو وعمرتنا ويهلينو وينيو عمرتنا ويهلينو وقلنا طبيعا كلهم أسألهم فتأخروا من عراب جزء بلو أبل تأخروا الرسول صلى الله عليه وسلم فقل تقلب دي باع تا قريش إلا كل قلال لبر رأينا صلى يوم وبيلو شاقلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفلنا ولادنا وجنيتنا وممارنا ولا شاغلينا واستغفلنا ولا قليك بيلو والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين دي بداية قرة ذو القاعدة شهر ذو القاعدة سنة ستة هجرية الف واربعمائة نفر من انتم من مهاجرين وأنصار فقروا باقون ويوم ده نسأول هادي يعني الهدي اللي لتحرد دي باع عمرات أو دي باع حج دي باع عمرات ممكن إنسان لحرد برضو ودي بحاج لحرد حيلة لابو يعني لسنة اللي هيرد يعني إنسان دي باع عمرات الحرد ألقون دي باع عمرات جائزة إنسان قل الحرد في ألف واربعمائة من المهاجرين ومسلوم الهدينا يوم ناس أمالو قدام قل لآمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قل قطال قيسي هلا إنما قل عمرات قيس هلا وإلا كان ذو الحليفة مثل ما تعوى النبي صلى الله عليه وسلم لها بهاي ملا عبطرة وطا كان لنايو إلا كان دي بحرام عطو أحرما بعمرت وتحركو سيك عصفان كمسل بطحو اللي عصفان كمسل بطحو ورو من نا انتاتنا طيوم ورو من جماعات لرعو ورو ما طيوم ولبله اللي نصول الله صلى الله عليه وسلم قريش كلهم قتم معاملو ودي برأينا قتال أجمعو وقل كم قيد آتوكم وقل منعوكم اللي سانت إلا أمراتي هلا يتنبيل لبله اللي أمراتي قل آتوكم أحد وقل قتال ناويا وحلو بيليو وهتوم هيني دي بقى كان دي طيل البولة دي بقى كوريا معلو وخالد بن الوليد قلوه الاقام عليو مسل كرامية نفار فارس دي منطقة كراع الغميم البولة لقربتها من عصفان برضو اللي تجيها للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض حلالا لقى بي فينجا مكة وفينجا العصفان اللي تنافستها اللي تجيها لتبقو ولا حابيش مجموعاتنا قلوه اللي تجيها للنبي صلى الله عليه وسلم يقل المقاتلين اندى حنان سب حرب ان احنا مع اتامن حنان بيلا والنبي صلى الله عليه وسلم اللي رأي اللي بالنساء وديبل لو كده اللي خالد من الوريد يقل لمسلمين ديب صلاة الدور اندى للسر واندى رقعوه دى سجدر ايوه معنا وبيدا لو كدت سلاتهم اندى سجدون دى رقعوه اتقامتهم انقبوه هاجمناهم وانتسرنا ديبه معنا وتحواتنا ديبه معنا مرامدون انتم ديبه صلاة بيلا والله سبحانه وتعالى عن طريق ديبريل اللي وحي اللي خبر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ايوه وسلاة الخوف كان ريت في انقرب ظهوره على العصر ولا فرصة اللي ذو الخالد من وليد بلا حلفته النبي صلى الله عليه وسلم قباية بعدات نساء اللي قباية بعدات نساء دمان اللي نتهل من تحت مكة واكان مرار محبط المرار الملطقة للمرضى لمحبط المرار اضعيث والمغادر محبط المقبض لا بتاقت من غ diagnosed للم �خبط نصطح البهرق والمعلار مراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وسميته القصواء البهرق ويجب هذا تخبرها الظهور عن نبي صلى الله عليه وسلم في الدكام بلا أ Laurent هل خمال التمرق This Fat saya كي قد وضعني. والنبي صلى الله عليه وسلم بيلا. والله يلون قريش. حاجات تشيره بلل تحزم ابا. بسألون من قبي أي قطات تطبينا اللي بيونيتا. أنا أودية به لنبي صلى الله عليه وسلم. انه محرم. دي بحرم. وظهر محرمات الله. وهالرسيات ولما لو حرته قنطت. والحديبيا تكره. زك الحديبيا يبطحو. يقول له وقت إلا وراء بديل أو بديل بن ورقاء خزاعيته من قبيلة خزاعته. مثل النفر مات أو. وقال له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناس حين علو. فالله خبر الأسئلة هلا قريش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستعدين هلو قل القتال. وقل نمنعوكا. صدق ليدو قل كا. قل ما قل يتتابي ليه فأقبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدول أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. مهيني. خبرها بيك بموتها بيك. حين قل عمرات ما عطاعم. الحين اخير. قل قل قتال ما عطاعم حين لا الله صلى الله عليه وسلم. واسئلهم بيليجيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قل قطال مات او قل عمرات مات هدنت من تحدو وسلوح من تحدو واي شي كمان هنا معنا على ابناء إلا قريش عبيت من قبيك قل القتال وان قعتلت بيليو من قبي اسك مات قاعد يلا تبطل اسك اخر امر قل قل قتلته او سك الله سبحانه وتعالى امر النافذ لكن حين قل القتال مات عمي حين وقل سلوح كمان وقل هدنت مستعدين حين باللوم بيليو بالأمر اللي رسول صلى الله عليه وسلم ما حصله تكفال تمتين شاء الله تاكونا كفال 124 واسك لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر